دكتور مود لسه معاكم ولسه في القصة إدارة العلاقات إدارة الذات ثم النهاردة بنروح عند نقطة مشاعر الرفض التجاهل النبس الإقصاء الإبعاد مشاعر موجودة وبنمر بيها لكن إذا عرفنا ندرها صح أكيد هتفرق كتير جداً مع كل أطراف العلاقة بشكركم جداً على تفعلكم الجميل بشكر جداً ساذ أحمد محمد صباح الفل والدعاء بالصحة والسعادة للجميع يا رب بشكرك جداً أستاذ إبراهيم نور الدين مع إشراقة يوم جديد وهمسات الإزاعة المصرية بشكرك والله جداً بيقول أصبحنا لنراعي مشاعر الآخر وأصبح حب النفس والأنانية والمصلحة عملة واحدة والحب مجرد كلمة بنقولها وما نحسش بيها بنستهيم ببعضنا الكتب هو الحقيقة السائدة للأسف في ناس كتير معندهاش مشاعر ولا أحسيس ويتلعبوا بمشاعر الناس ويستخيفوا بيهم بشكرك جداً والله على التحية والمشاركة وبشكرك على تحية الإزاعة كلها بشكرك جداً أنتوا اللي مصدر سعادة للإزاعة المصرية والإزاعة الشباب ورياضة خصوصاً وأستاذ إبراهيم بيهدي سلامه للعقيد عبد المنعم عيسى والعقيد أحمد عبداللطيف وعبد العزيز وعبد الرحمن عبد المنعم والمهندس رقفة عبد الحفيز أستاذ علي حسن أستاذ محمود عبد الله أستاذ حازم فرغالي وجميع الأهل في أسيوت تحياتنا لأهلينا في أسيوت ولكل محافظات مصر أستاذ إبراهيم كمان أنا بشكرك جداً على كل الصور الحلوة دي والصباحات الجميلة شكراً شكراً والله ده جهد كبير قوي يعني كمان رسالة جميلة جداً من نور الإيمان صباح الفل عليك يا نور الإيمان طبعاً في مواقف كتير جداً بتحطنا قدام تحديات صعبة وكتير من العلاقات لو ما انتبهناش هتفضل تتكرر تتكرر عشان كده الانتباه ضرورة وبنتكلم طول الوقت في أنه عشان درسك يخلص فهمه وهو احنا في المدرسة لما بنروح المدرسة عشان ننقل الصف الثاني وأنا في الصف الأول لازم عدي في الاختبار من الصف الأول بالتوفيق ليكي دايماً والله نور الإيمان بشكرك جداً إيه القهوة الجميلة دي؟ سيد أحمد شكراً على القهوة الحلوة أستاذ صالح عبد الشافي أجمل سلام وتحية من قرية ميني الطوخ الصنطة غربية أخيراً اقتنعت أن التجاهل سياسة ومطلوب جداً في أوقات وطول عمري ما كنت أعرف التجاهل ولا أقدر على تنفيذه لكن دلوقتي اقتنعت أن مطلوب تجاهل بعض الناس اللي كل تفكيروا منهم يربكوك ويرجعوك للخلف بدلاً من التقدم للأمام حافظ الله مصر قائداً وشعباً مشكرك جداً أستاذ صالح عبد الشافي أستاذ يوسف أحمد الباز صباح الفل عليك أستاذ عماد حكيم صباح السعادة يوم سعيدة على حضرتك أستاذ يوسف مشكرك جداً ربنا يسر لنا كل أمرنا ولا تحزن صحيح سيجعل الله بعد عسر يسر يا رب آمين لنا جميعاً حنان تفعلوا بخار تجدوه صباح السعادة عليك يا حنان وعلى أجمل فريق عمل وصل لهم صباحك الجميل بتقول لي أنا مودي مش طبيعي بس ما قدرتش أفوت الحلقة وتفاعل لإني وثقة إنك هتغريلي مودي طب يلا ابعتيلي أثناء الحلقة النموذك بقى أحسن حال إن شاء الله بإذن الله أستاذ يوسف أحمد الباز يا سلام على الرسالة الجميلة والله فعلاً خليك في أحسن حالتك والله ده مش عار بس لكن نحاول نحاول لأنه لو استسلمنا مش هننقل من من الزعل ومن الغضب ومن الأحزان ومن الألام ليه ليه ده هي رحلة وهتعدي فنعديها بسلام وجمال أتمنى يوم سعيد لكم جميعاً بشكرك جداً أستاذ يوسف أنا من عروس الدلتة المنصورة وأفتخر تحياتنا لأهلين في المنصورة أستاذ صالح عبد الشافي بعض الناس بيحبوا يكونوا ظهرين وهم الكل في الكل ياريت يفهم أنه زي الطماطماية الخضرة في القفص اللي مليان طماطم حمراء تميز على بكرة مش كل التميز حاجة عظيمة يعني أستاذ أحمد مرعي صباح الفل على حضرتك بيقول لي أنا بحب مراتي ومتعلق بيها جداً بس هي عينة دي لما بتطلب حاجة عايزها فوراً لو جبت لها الحاجة دي بعدها ولو حتى بيوم واحد بترفضها أوقات بحس إنها بتحبني وأوقات بحس إنها بتحبني جداً وأوقات بحس إنها بتكره حياتها معايا بس أنا مقدرش يستغنع عنها أرجوكي ردي علي يعني جسالة مهمة جداً والله يعني اسمعي الحلقة دي للآخر أستاذ أحمد أرجوك اسمعي الحلقة دي للآخر لأن فيها مفاتيح كتير جداً وحتى لو ما كملناش الموضوع كله النهاردة أرجوك كمل معانا للآخر لأنه الجد اللي حضرتك قلته ده مهم جداً أستاذ أحمد برضو بعد تاني أنا بقال لي أسبوع ما بكلمهاش بس هي وحشتني جداً ما شاعر الحلقة هيكون فيها تفاصيل كتير كتير وقد تفيدك جداً تديك كتالوج وتكنيك أنت ساعات فرط العطاء بيبقى مزعج جداً وساعات يترفض تخيل؟ يعني بشكرك عموماً على الرسالة وعالوضوح وعالصراحة وعلى مسك المشكلة أنت عارف مشكلتك عشان كده هتتحل لازم هتتحل كان فيه رسالة مهمة كنت قرأتها وانا داخل الستوديو بس هي مش باينالي دلوقتي كان أستاذ أحمد محمد بيسأل على التجاهل التجاهل في الطفولة طبعاً من أخطر المراحل في حالة الإنسان الطفولة وكل ما انتبه الأب والأم شباب الأباء والأمهات انتبهوا الأبناءهم مبكراً كل ما استفاد المجتمع كله بشباب أسوياء لكن أنت شاب وفي مرحلة شباب وتعرضت لطفولة فيها مصاعب هتقدر لو انتبهت هتقدر تعالج كل ما مررت بيه في الطفولة لأنه كتير من ألام الطفولة بتتخزن وننكرها لأ لازم نتعامل معاها علشان نقدر نتجاوزها طب التجاهل لما يحصل في الطفولة التجاهل ده قصة كبيرة برضو يعني لما أب وأم بيتجاهلوا أحد الأبناء أو مشغولين بحالهم ساعات الأب والأم يبقى بينهم مشاكل كتير جداً 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 ويحصل تجاهل غير متعمد للأبناء كلهم أو لأحد الأبناء اللي جيه أثناء مرور الأسرة دي بمشكلة معينة فالتجاهل ده بينتج عنه حاجات كتير قوي يا إما الطفل ده يبقى بيكبت أواطفه وبيبني جدار حوالين نفسه ويحب العزلة يا إما يحب الاستقلال جداً وده جزء برضو من العزلة إنه يستقل ويحس إنه يقدر يعمل كل حاجة بنفسه وإنه لو احتاج حد غلط ولو حد قدم له حاجة ما يقبلهاش ويرفض دخول في علاقات طبيعية وساعات كتير جداً لما يبقى شاب أو شخص على وشك تحمل مسؤولية نفسه لما يدخل في علاقة تبقى علاقة فيها أثار الطفولة دي فتلاقيه بيدخل في مشاكل كبيرة جداً مع شريكه وبيدخل ساعات في عدم تقدير للشريك وساعات يتعامل بطريقة وحشة جداً مع الشريك نتيجة مشاكل كتير جداً هو عناها في طفولته بس مع لجهاش وساعات كمان يبقى فخور بإنه يعرف يعيش لوحده فخور جداً بإنه مستقل أنا ما بتشبكش مع حد أنا ما ليش دعوة بحد أنا ما حدش له حاجة عندي أنا ما حدش له فضل علي لأنه ما دخلش أنا قلتلكم مرة قبل كده أن العلاقة الاعتمادية الوحيدة المقبولة هي في الطفولة أنه طفل بيعتمد على الأب والأم لأنه دي مرحلة وبتخلص لو ملقاش العلاقة دي وما دخلش فيها لما بيكبر بيطلع أثار أنه ما دخلش في العلاقات دي مع الشريك وبتبقى مشاكل كبيرة جداً مع الشريك وتلاقي ما بيثقش في حد من الصعب جداً يثق في حد التجربة علمته إن ما حدش أهل للثقة لأن حتى أبوه أمه نشغلوا عنه وتجهلوه سواء عامدين أو جات معهم كده ساعات الأب والأم يبقوش منتبهين إن مسئولية وجود أطفال دي مسئولية عظيمة جداً جداً وبما إنك اخترت تروح في المسئولية دي لازم تكون قدها أو تسعة لأنك تكون قدها ومنتبه وساعات يحس المتجاهل ده إنه مهما عمل مش هيحقق حاجة في الحياة ولا يستحق وتقديره لذاته ضعيف جداً التجاهل ده مشكلة كبيرة جداً عفاكم الله وياريت لو حد في حياته حد هو مسئول عنه وبيتجاهله لازم يعيد حساباته لأنه كل الأطراف بتدفع التمن بعد كده فاصل وهنكمل كلامنا في إزاي أدير مشاعر الرفض سواء كنت رافض أو مرفوض